قبل أي علاج لما يعلم الشخص أو يشخص عنده مرض أول خطوة مش هي يتخلع أول خطوة هي أنه يغيرنا ما تعيشوه يقوم بغسل الجيسن دياله من الداخل ممكن يغسل الجيسن دياله من الداخل نعم وخاصه يكون قادر على هذا الطرق خاصه يكون قادر عليها لأنك اللي بغي يتعالج وما بغيش يسمح في بعض الأغذية مسخش بيا نعم ولكن خاصنينه كل ما شوي مثلا اللي يقول لك أنا بغي نتعالج ولكن خاصني لأخذ بطاطيس ما شوي طبعا يعني هنا لا خاصة الناس يعرفوا بأن مشكلة هذه يا دكتور نعم هذه مشكلة طرح السموم تكون أولا بالامتناع عن تناول المواد سامة أنت بغي تطرح السموم وما زالك تأكل سموم مرادك الجيس مغي تخلص من السموم نعم خاصه يتوقف عن تناول المواد التي تحمل هذه الأشياء من المضافات الغذائية من المبيدات من الأشياء هذه اللهم تانيا انتهاج طبخ نظيف في الطين في اللينوكس ولا في النحاس نعم جيد هذه النقطة التانية نعم تالتا خاصة العامل دي الجوع كان الأمريكيين كان عندهم جوجة المستوية دي الجوع أمريكيين تتكلموا على الفاستين اللي هو الصيام الشرعي نعم هنا الصيام فاستين تتعني صيام نعم وكان ستارفاشن تجويع تجويع نعم هذا التجويع نعم كان هذه الطرق على حسب الطرق يعني الأول نقطة المهمة في طرح السموم هي التوقف هي الامتناع عن تناول المواد اللي سيغيرنا ما طلعيش داله لمدة واحد أسبوع ولا أكتر ثم انتهاج مواد طازجة يعني من اللي كان نغلون طرح السموم من الكلينس كان عملوه بالمواد الطازجة كان مواد ما كان طيب نطبخهاش كان مواد لا تطبخ نعم هي الفواكي فواكي أو فواكي لا تطبخ وكان بعض الخضار اللي كان أكلوها طازجة بحل هذه البنجر البنجر هذي اللي كان يسمون الباربة بحل الخرشوف بحل البسباس بحل الفقوس بحل الخيار بحل الجزر بحل الأشياء هذي اللي يمكننا ناكلوها طازجة وحتى لبا الآن الأوروبيين وصلوا حتى القرعية حتى القرعاء ولو كتحنوها خضراء نعم يعني طازجة تعملوها عصر هذه جيدة لهم لا وكين معاهم بعض الأوراق يعني القصبر خضر هذا القصبر كذبرة الكرافز هذه الفرش تكون خضراء نعم هذه تكون طازجة تتحن مع الماء مع هالماعد ممكن كلكي خلطها مع الفواكي كتتعطيها جديد نعم جيد مع المقدوني سوكين هذي الأوراق اللي خارج دابا يعني هذي الحلقة غدد يسمعوها الناس في الوقت جيد نعم كل الأوراق اللي كتخرج مثل السلق مثل الخبيزة مثل الأشياء الخبيزة ما كيأكلوها مغربة خضراء ولكن السلق هذا السلق الحمضة ممكن الناس يأكلهم كالطازج وإلى تطحن جيد لأنه هذو فيهم مكونات يعني هائلة هذو ممكن يطرح الجسم وهين عدنا الفواكه اللي كتطرح السمم الجسم ولات عدنا في المغرب البابايا نعم ولات عدنا الإنتاج البابايا نعم فعلا عدنا البابايا وعدنا الصفرجل نعم الصفرجل يطرح السمم الجسم عدنا التفاح كذلك نعم وعدنا البومبلموس هذا الجريف روس هذا البرتقال الهندي هذه البومبلوموس هذه أشياء تساعد على تحسن نعم أكيد ثم يعني شرب الماء يعني الشخص يشرب الماء نعم إما ينتهج مع الصباح ما يفطرش 40 دقيقة نعم و الفطور دياله يكون أشياء بسيطة نعم أو شاي مع هذا ثم يبقى في اليوم دياله يبقى يشرب كوب كبير من الماء على رأس كل ساعة نعم المهم في الحصيلة اليومي يخص يكون عنده فوق ثلاثة لترونس من الماء وباش يشرب الماء كتير خصو يدفيه شوية ما يكونش بارد يدفيه شوية باش يشرب الماء ويكون ماء نظيف يعني يغلي الماء يغلي الماء في ذهروي السنة يبرد ولا ياخد ماء معديني ولا يصفي الماء كي يندب الناس ولا يقدمها بصفات ديال الماء نعم جيد لما لا الماء البارد ما تقدرش تشربه ولكن المدافع تشرب منه كتير نعم يزيد معه قطرات ديال الحامض يزيد معه قطرات ديال الحامض ممكن يشرب كتير أو ممكن يحليه بالعسل لملأ ولكن عنده العسل حرب في اليوم دياله من اللي كي يعمل ديتوكس من اللي كي يعمل كلينس يأكل أشياء طازجة ما أمكن ويأكل ويأكل يأكل الخضر الطازجة ونعم في العشية يأخد بوتاج هذا يأكل شربة الخضر ويأكل عصير فواكه ويستهلك فواكه لملأ هذه بكثرة عني الناس اللي عندهم امساك مثلا ناس اللي عندهم امساك إلا شربوا الماء بكثرة ليترون في الصباح وما يفترش على ربعين دقيقة وفي اليوم دياله كله يبقى يشرب الماء ويأكل فواكه 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 كتر فواكه فواكه ما تضرش يقول غير ما يكونش فيه سكري ما يكونش شخص مصاب بالسكري هذا يأخذ هذا يأخذ هذا عصير الفواكه مع الخضر ويشوف بأنه علي من اللي غدي يشوف من اللي غدي نشيل امساك سيعرف بأن الجسم جيد فالكبيد ممكن نغسله بعض الأشياء من اللي فيها البطالاين لأن البطالاين تعطينا الكولين وهذا البطالاين وهذا تمتص جميع السموم اللي كانت في الكبيد اللي كانت في الباربة مثلا البنجر عصير خضراء باربة خضراء لأن الغالي بيدي المغربة يسلقوها غير ما يكونش عنده ديابيت لأن البنجر فيه سكر هذا البنجر يطحن مع ماء معدني ويشرب البنجر الباربة وكذلك التفاح التفاح هو يزيل السمومية الكبيد عندنا الجريب فروتس هذا البومبلوموس وعندنا هذا الباباي الباباي هو جيد هو الباباي يغسل المعدة يساعد المعدة ولكن خصوصا دكتوري خلطنا هذا الفواكيد نعم ليلقاش حاجة يقضي بها اللي بغي يخلط ثلاثة يخلط مجيد المغرب عدنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى أخلق عدنا الأشياء كلها في المغرب الحمد لله اللي موجودة لا في الأمريكا اللاتينية ولا اللي موجودة في آسيا هذا فضل من الله ما عندناش الجينزين ما عندناش الجينزين وعندناش الشاي قليل ما عندناش القهوة ولكن عندنا أرغان وعندنا الترفاس وعندنا أشياء جميلة في المغرب نعم حتى هذا الجوز هذا القرقاع البيض هذا الجوز ركيني في المغرب رقليل اللي يعرف كيف يمدين من ناحية أزيلة وذلك نعم هذا ليس اللي نوازيت نعم هذا نحن في المغرب ما شاء الله هذا القرقاع البيض هذا هذا الغسل 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 الطحال والبونكرياس وهذا هو تقريبا أعضاء هي تمشي سواء طحال كيتغسله بالماء تشرب الماء بحل الإخوان دينا المغاربة اللي يعيشوا خارج المغرب بحل في الولايات المتحدة في كندا في ألمانيا في الدول السكندنافية هذا إلقاء ديستيل دواتر نظن يشربوا هذا عوض الماء المعديني يشربوا هذا ديستيل دواتر هذا الماء المقطر نعم وعندهم بعض المنتجات اللي ممكن يلقاهها عندهم في هذه الدول هذه مثل القليطاتيون نعم يشربوا هذه القليطاتيون ويشربوا حتى الليبويت هذا اللاسيد ليبويك حمد ليبويك توا كيتباع وكان عندهم الـ EDTA هذا الـ 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 وكان حتى في المستشفيات يعني كان العيادات رفهم الـ 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 خصوص العنية الأطيباء عندهم تسموم المعدين تقيلة لولاد كثيرة نعم من اللي يجيب للتحليلة عندهم تسموم المعدين تقيلة طبيب يجب أن يدياليزيه بعدها يجب أن يغسل السيد لهم كيف حال في ألمانيا طبيب يعمل دياليز عنده في العيادة يعمل الشخص دياليزي يعني يجب أن يقود يحقن له المعدين الجيدة مثل الكالسيوم ومثل الماقليزيوم يقود يحقن له هذه طريقة ممكن يعني حتى الأطيب لدينا ممكن يعملوها تهوى داخل في الأشياء الممارسات التبية اللي ممكن طبيب يقوم بها بسهولة ما عندهوش مشكلة عندنا هذا الـ وعندنا 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 المالكبريد من قبل أن أكله قاطني مرة في الأسبوع الآن القاطني يوميا خصوص الأطفال الأطفال خصوصهم يأكلوا قاطني يوميا علش لأن القاطني فيه الموليبدينيوم الموليبدينيوم هو له لكي يحفز الأنظيم ذي السيلفايت أكسيدييز شيد السيلفايت أكسيدييز هي اللي تكون في الكابيد اللي تدعطي الاسترس هالي الأدوية تخل نعم نعم جميع الأدوية عندها يعني ترسيل بعرض جانبية ليس هناك دواء من الأسبيرين حتى الأخير دواء ليس هنا دواء ما عندهش أعراض جانبية ومكتوبة في البروسبيكتيوس حتى الصانع يكتبها والأطباء عارفين بأنه كان أعراض جانبية غيروان الأدوية ما كتكونش لمدة طويلة بحال الأنتي بايوتيكس يعطيها الطبيب لمدة معينة عشرية عام خمسة عشر يوم أشياء هكذا كي الأدوية معه كما قال كي الأدوية اللي غادي يأخذها الشخص طول معاه على طول هذه هذه عندها سموميا وعلى المدى الطويل بحال كنعرف بأن الناس اللي عندهم الهايبرتانشن لعدم ارتفاع الضغط مع كثرة استعمال الأقراس مع الأشياء هذي اللي ما كيردوش لبال الأكل ديالي لم يخصمش يأكله الدسيم الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط ممنوع عليهم الشحم الحيواني فهذا كي وصلوا في الأخير التصفية الدياليز نعم تصفية لكي لنا هذي السمومي هو التأثير ديال الادوية كيكون خاطئ تأثير الأدوية والناس اللي تعالجوا لمدة طويلة مع التلوث كيأثر على الغدة الدرقية كذلك كثير من النساء الآن عدهم الغدة الدرقية علاشي أنه عدهم معادة تقلة ولكن كين بعض النساء اللي خادوا يعني أدوية كثيرة في حياتهم وكين النساء اللي كانوا يتفادوا هذي الأدوية اللي عايدوا الهارسات مش تشرب شي حاجة ولا حاجة ما كان هذي حالة الأشياء البسيطة ممكن ناس يتفادوا ومن يكون عنده مرض اللي الغالب الله رغادي بالزمن وذيك ساعة رغايتعاجوا وغياخدوا ما عندهم معلومات فهنا هذي الأعراض اللي قلت منك اللي ما عارف شرا الجسم وخا ما ما عندهوش سرطان وخا ما عندهوش مرض منعوخات ما عارف شرا صورة الجسم ديالو ناقص را عندهو تسمم يعني شتكلمتنا على الأعراض مثل الإمساك مثل الوزن يعني انخفاض الوزن من اللي كيبدأ الوزن ديالك ينقص من اللي كيبدأ تشوف الجسم ديالك بدأ كينهار كيضعف من اللي كي تشوف ركابيك ما بقاش تكتزيد بيهو من الناس نقوش يطلعوا السلم هذا الدروج يعني عندك الشعر ديال العيني كيبدأ تيطيح عندك الضفران ديالك بدأو شوية تيحراشوا لك يتفلقوا عندك النساء يبدأ الشعر ديالهم يتساقط هاد النوم ديالك غضي واللي ماشي هو ذا ولا الناس كيدلوا أحلام مزعجة ولا حاجة نعم عنكسياتي كيني العليين هذي كلها دخلة تأثير ديال تسمم داخلي في الجسم نعم تأثير داخلي يعني هذا التأثير الداخلي على مستوياته وما أكثر المواد السم لكي تنولوها الناس يوميا ما أكثره إن أشياء التي تأتي من تلوت خارج البيوت هذه لا حلالة ولا قوة ما عندنا مدير تلوت الخضار والفواكه واللحوم والمسائل هذه ما عندنا مدير كين تلوت من نوع تاني هذا ممكن تحكم فيه تلوت في المطبخ يعني غير طرق الطبخ نعم هذا القضية ديال المقلى والقضية ديال الكوكوت والقضية ديال المسائل كين أوانيم الأليمنيوم كين طرق طبخ سريعة كين المراعي والمطبخ نعم تهي دخلة لأنك تزيد مواد سامة يعني الأكريلاميد والمينانويد والبيروكسيدات والمسائل التي تكون يعني حتى النيتروزامين يعني هذو المسائل اللي كيتكونوا هذو تهم كي يسموا الجسم ثم كين أشياء يعني ثالثة ديك نسمى إحدى هذي نسمى أشياء مجانية نعم هو السجارة يعني استعمال أدوية هكا بإفراط أو لا كين لي ممريدش غريباً كين لي ممريدش وكيمشي الصيدة ليه يشري الدواء بديشرب كين لي ممريدش وكيمشي أخد دواء بديشرب اعطيني الفيتامين اعطيني هذي كذرني راسير كنحس بديدي كلمرة اختتجون لا عليين إلا كان أشياء موصوفة نعم وتثابتة وش تشخص المرضو معروفه كذا هذه بالعكسة مقدرة ما غاليش تكلم عليه ولكن الشخص اللي يتهور مع استعمال هذي الأشياء لا نعم حتى من أجل هذ القادية لماذا في أوروبا وفي أمريكا منعوا شراء الدواء بإذن وصفة طبية يعني ممنوع منعاً كلياً يعني لا يمكن الصيدالي بيعليك شيئاً إلا المكملات الغذائية أو بعض الأشياء التي لا تدخل يعني في العلاج شكراً شكراً